اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الامريكية الصديقة معربا جلالته عن شكره لما تقوم به الادارة الامريكية من جهود متواصلة تهدف الاحلال الامن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين هذا اليوم في قصر الصفرية سعادة السيد جاريت كوشنر كبير مستشاري فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة ورحب صاحب الجلالة بكبير مستشاري الرئيس الامريكي واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية والذي يستند الى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر من 120 عاما وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاما منوها بما تشهده العلاقات البحرينية الامريكية من تطور وتقدم على كافة الاصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي مؤكدا جلالته بان الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حافظه الله واننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة وبهذه المناسبة اشهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في الدفاع عن قضايا ومصالح الامة العربية والاسلامية ومساعيها الحثيثة للوصول الى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة وكلف جلالته كبير مستشاري الرئيس الامريكي بنقل تحياته للرئيس الامريكي وتمنياته له بمفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية الصديق بالمزيد من الرقي والازدهار ترجمة نانسي قنقر